نهاردة كان فيه تصريح لحمزة المسلوسي عظيم قوي 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 صراحة يعني من أحلى التصريحات اللي اسمعتها للعيب كورة محترف بيلعب في الدولة المصرية من أجمل التصريحات هل أنت يا حمزة مسلوسي عندك مشاكل مالية وأزمات مالية مع نادي الزمالك هل مستحقاتك بتأخذها في الوقت المناسب ولا أه فجانت إجابة حمزة المسلوسي أنا الزمالك بيتي بتعامل معاه زي بيتي حتى لو عندي مشاكل مع نادي الزمالك أنا عمري ما طلعها برا أنا بتعامل مع الزمالك زي ما بتعامل مع أبوي وأمي وإخواتي حتى لو معاهم مشاكل عمري ما هطلعها برا ده مش كلام واحد جاي مصر جاي الدولة المصري أخذ عقد كبير وخلاص أنا لعب محترف يعني لعب مش بلعب في بلدي يعني ده واحد وكأنه مولود في الزمالك لا ده أنا أزيدك ده في لعيبة بتبقى مولودة في الزمالك وما بتعملش اللي بيعمله حمزة المسلوسي فبصراحة يستحق الإشارة دعك